اه بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ابناء طلبة وطلبات المدارس الزراعية اهلا بحضرتكم في حلقة جديدة من برنامج في بيتنا مدرسة اه والحلقة دي خاصة لطلاب اه الصف الاول اه لمادة السيات البساتين اه وان شاء الله عنوان حلقتنا النهاردة على دراسة لمشاية للحاصلات البستانية سواء كانت حاصلات الفكهة او حاصلات الخضر او حاصلات الزينة اه في البداية عايزين نعرف اه ايه المشتل وايه هي مكوناته وايه هي الادوات المستخدمة فيه واهميتها وكيفية صينتها وكيفية ادارة اه المشتل ونبدأ مع حضرتكم نستعرض اه حلقتنا النهاردة مع اول جزء فيها وايه هو مشتل الحاصلات البستانية اه المشتل بصفة عامة اه قطعة ارض انا بقى احددها اه الهدف منها ان انا اعمل تربية واكسار لمجموعة النباتات اللي انا بزرعها سواء كان بصورة فردية يعني انا حامل الشتلات دي لاستخدام الشخصي او للغرض التجاري يعني انا استخدمها لغرض التسويق لمستخدمين اخرين طيب اه المشتل دي ايه الفرق بينها وبين الزراعة في الارض العادية الزراعة في المشتل بتتميز بحاجة ان المشتل بتبقى مساحته صغيرة فانا اقدر اتحكم في كل العوامل البيئية المحيطة بالنبات اللي انا بازرعه وبالتالي بيديني افضل نمو للنبات والحاجة التانية ان انا ممكن استخدم المشتل دوت كنموزج او كاداة لاكسار النباتات وزرعتها ورعايتها في الفترة الاولى اللي النبات بيحتاج فيها الى رعاية خاصة لان النباتات في بداية حياتها بيبقى النبات وهو صغير بيحتاج لمعاملات خاصة اه ومن الصعب ان انا اوفر هزيه المعاملات في الحقل العادي اه ونبدأ مع بعض ان نشوف ايه هو المشتل والتعريف بتاعه اه بنقول ان المشتل بصفة عامة هو عبارة عن منشأة زراعية يعني اه جزء طالما ان هو مشتل خاص بعملية الزراعة يبقى هو منشأة زراعية الغرض منها تربية يبقى انا بعمل فيها عملية التربية وبعمل فيها عملية الاكثار لنباتات الحاصلات البستانية يبقى بالنسبة لتعريف المشتل زي معها حضراتكم ونشوف مع بعض اه هو عبارة عن منشأة زراعية اه بستانية اهميتها زراعة وانتاج شتلات الحاصلات البستانية المختلفة سواء كانت الفكهة او الخضر او الزينة والهدف منها رعاية الشتلات دي لما نوصل بيها لمرحلة ان يمكن نقلها الى الارض المستديمة وبالتالي يصلح زراعة في الارض المستديمة بدون حدوث مشاكل للنبات طيب ايه الاهمية المشتل يعني ايه الفايدة اللي بتعود علي منه اول حاجة ان المشتل بتاعتي بتفيدني او تعتبر هي المصدر الرئيسي لانتاج شتلات الحاصلات الفكهة المختلفة الحاجة التانية بتعتبر مصدر رئيسي ايضا لانتاج اه صواني اه شتلات النباتات الخضر والحاجة اللي بعد كده المشتل بتاعي بيعتبر كمحصول مشروع اقتصادي يعني هو في النهاية انا بقى اشتغله او غيري بيشتغله لانه هو في النهاية بيعمل تربية للنبات وبعد كده النبات ده بيعمل له عملية التسويق بيقود عليه بدخل اه مرة تانية الحاجة المهمة جدا برضو في المشتل بتاعتي ان انا ممكن اثناء اه زراعة او انتاج الشتلات داخل المشتل بيتم اه تربية الشتلات على اصول معينة وده بيساعدني ان انا اقدر ان انا انتج نباتات اه تتحمل ظروف بقية معينة غير مواطية للطبيعة بمعنى ايه بمعنى ان انا انا عندي نبات مثلا وليكن لا يتحمل الملوحة فانا ممكن اعمل عملية تطعيم على نوع بيتحمل الملوحة وبالتالي النبات اللي عندي بعد ما كان هو لا يتحمل الملوحة فانا طعمته على اصل يتحمل الملوحة فممكن ازرعه في ارض اه فيها نسبة من الاملاع يبقى نستعرض مع مع بعض اه اهمية الحاصلات البستانية او اهمية المشتل بشيء من التفصيل يقول ان المشتل اه او مشاتل الحاصلات البستانية اهميتها المصدر الرئيسي ليه انتاج شتلات الاشجار والشجارات خاصة في نباتات الخضر والفاكهة والزينة وقلنا ان هي مصدر رئيسي لصواني شتلات اصناف الخضر وقلنا ان المشاة البصفة عامة بتتميز بتوفير وسائل حماية النبات من العوامر الغير ملأمة فبيديني امكانية ان انا انتج الشتلات في اي وقت من السنة وبعد كده قلت ان انا ممكن انتج الشتلات بمواصفات معينة بتلقمني او بتمكنني ان انا انزرع هذه النباتات في ظروف غير مواتية والحاجة الاخيرة ان من ضمن اهمية المشتل ان المشتل ده يعتبر مشروع اقتصاد طيب هل كل المشاتل اللي عندي نوع واحد لا احنا بالنسبة لتصنيف المشاتل في تصنيفات مختلفة والتصنيف بصفة عامة هدفه سهولة الدراسة فبيلاقي ان انا بتم تصنيف مشاتل الحاصلات البستانية اول حاجة على حسب حجم النشاط بتاعي يعني هل النشاط بتاعي هل هو نشاط كبير وانتاجه كبير ولا نشاط صغير فبيلاقي ان المشاتل حسب حجم النشاط بيناسمها الى نوعين مشاتل خاصة يعني بيمتلكها افراد زي ما هنوضح بعد كده ومشاتل تجارية يعني المشاتل كبيرة وبيوزع الانتاج بتاعها بصورة كبيرة ويكون مشروع اقتصادي العامل التاني او العنصر التاني اللي انا بقسم عليه المشاتل تقسم المشاتل حسب نوع النشاط يعني هل المشتل بتاعي بانتج فيه نوع واحد من النباتات ولا بينتج مجموعة مختلفة من النباتات اذا كان المشتل بتاعي بينتج نوع واحد من النبات فانا بسميه مشتل متخصص ولو كان بينتج مجموعة مختلفة من النباتات فانا بسميها مشاتل متنوعة الحاجة التانية او العنصر التالت اللي انا بقسم عليه المشاتل بتاعتي بنقسم المشاتل حسب الكيان التجاري او حسب الكيان القانوني بتاعها هل ملكية المشتل دوت بترجع الى جهات حكومية تعمل بجهاز الحكومة فانا بسميها مشاتل حكومية او ملكية المشتل دوت بيتقع على افراد او بيملكها افراد فانا بسميها مشاتل اهلي ومن هنا زي ما احنا شايفين يا حضرات عندي هنا بيتم تقسيم المشاتل على حسب 3 عوامل مختلفة العامل الاول حسب حجم النشاط في عندي مشاتل خاص ومشاتل تجاري وحسب نوع النشاط في مشاتل متخصصة ومشاتل مختلفة وحسب الكيان القانوني عندي مشاتل حكومية ومشاتل اهلي نتكلم عليها بشيء من التفصيل ونبدأ مع بعض نعرف ايه هو المشاتل الخاص بنعرف المشاتل الخاص بنقول هو من اسمه طالما انه خاص يبقى هي مساحة خاصة بافراد بيتم فيها انتاج الشتلات الخاصة بيه هو ومساحة المشاتل الخاص غالبا بيحدد مساحة حوالي 3 اراط ارض زراعية بيتم من خلالها امداد مساحة من الارض المستديمة حوالي 3 افدنة يبقى هنا المشاتل الخاص مساحة محدودة من الارض بيسمح بإقامتها للأفراد وليس للجهات يعني في أفراد ولا يجوز طبقا للقانون بيع الشتلات من هذه المشاتل الخاص النوع الثاني من المشاتل هي المشاتل التجارية ومن اسمها طالما أنه نشاط تجاري إذن مساحة المشتل عندي هنا بتبقى مساحة كبيرة وبتمكنني من إنتاج الشتلات بكمية كبيرة وبتديني إمكانية أن أنا أنتج أنواع كبيرة من شتلات الحاصلات البستانية بغرض التجارة فيها يبقى من هنا حسب حجم النشاط قسمنا المشاتل بتاعتي إلى مشاتل خاصة ومشاتل تجاري النوع التاني أو التأسيم التانية حسب نوع النشاط في مشاتل متخصصة أي تنتج نوعية واحدة من النباتات سواء كانت أصناف فاكهة زي نخيل البلح أو الموالح أو المانجو أو إنتاج شتلات البستين الزينة زي نباتات الزل والصوب أو متخصصة في إنتاج شتلات الخضر زي مشاتل لإنتاج الكرومب أو الفلفل أو الطماطم أو الخس أو البصل يبقى من اسم المشاتل المتخصص هو بيكون مشاتل متخصص لإنتاج نوع واحد من الشتلات النوع التاني من المشاتل حسب نوع النشاط هي المشاتل المختلفة أو المختلطة المشاتل المختلفة أو المختلطة هي اللي بيتم فيها زراعة أكتر من نوع من النباتات يعني ما هيش بتبقى ممكن أزرع فيها نباتات فاكهة وأزرع فيها نباتات خضر وأستخدمها لإنتاج شتلات الخضر وما بقاش فيها نوع واحد بيبقى فيها مجموعة مختلفة من الأنواع يبقى إحنا هنا لما جئنا تكلمنا على تأسيم مشاتل الحاصلات البستانية قولنا بيتم تقسيم الحاصلات البستانية على حسب نوع النشاط على حسب حجم النشاط وحسب الكيان القانوني زي ما هنوضح دلوقتي عندي حسب النشاط القانوني أو حسب القانونية المشتل في عندي مشاتل حكومية أي بتخضع إلى جهات حكومية زي مشاتل وزارة الزراعة والمشاتل الخضعة للمدارس الزراعية والنوع الثاني هي المشاتل الاهلية هي المشاتل اللي بتقول ملكيتها الى افراد وملهاش علاقة بالجزء الحكومي يبقى حسب الكيان القانوني في عندي اول نوع من المشاتل اللي هي المشاتل الحكومية اللي هي بتقول ملكيتها الى جهات حكومية هي اللي بتتم الاشراف عليها زي وزارة الزراعة وكليات الزراعة والمدارس الزراعية أما المشاتل الأهلية بنقول هي المشاتل اللي بيتم ملكيتها وإدارتها وإدارة شؤونها بتخضع الأفراد دون الرجوع إلى الجهات الحكومية طيب هل أي مشتل ينفع أن أقول عليه مشتل تجاري؟ زي ما احنا وضحنا قلنا أن في التصنيف في مشاتل تجارية اللي هي بتستخدم لإنتاج شتلات بكمية كبيرة وبتستخدم للتسويق وبتبقى بالنهاية لها عائد اقتصادي على المنتج أو صاحب المشتل فبلاقي عندي في عندي مجموعة من الاشتراطات هي الاشتراطات الواجب توفرها بالفعل في أي مشتل عشان يكون عندي مشتل تجاري أول شرط من الاشتراطات دي عشان يكون عندي المشتل بتاعي مشتل تجاري موقع المشتل ليه الموقع؟ أولا لو أنا في منطقة بعيدة عن زراعة نباتات الفكهة هل ينفع أن أنا أعمل مشتل تجاري وأنتج فيه شتلات فكهة؟ هيبقى صعب للتسويق لو أن المنطقة اللي عندي منطقة بيتم فيها زراعة نباتات الخضر بكمية كبيرة يبقى وضع طبيعي لو أنا محتاج أعمل فيها مشتل سيتم إنشاء مشاتل لإنتاج نباتات الخضر عشان يسهل التسويق الحاجة اللي بعد كده لو عندي المنطقة بتاعتي قريبة من المدن الجديدة والمدن الكبيرة اللي هي بتعتمد فيها جزء كبير على تنسيق نباتات الحضائق في خلال المنتزهات والشوارع والحضائق الخاصة فهنا بيبقى عندي إمكانية أن أنا أعمل مجموعة مشاتل أو أعتج نباتات بتسمى نباتات البساتين الزينة اللي هي خاصة بعملات التزين سواء كانت في الحضائق الخاصة أو الحضائق العامة يبقى أول شرط من الشروط الواجب توفرها في مشتل بتاعي عشان يكون مشتل تجاري رقم واحد المشتل في مكان بيسهل الوصول إليه وفي منطقة فيها الطلب على النباتات اللي أنا حيتم إنتاجها طيب ليه يسهل الوصول إليه؟ أولا المشتل لازم يكون جنب طريق عمومي أو طريق رئيسي لأن ده حيمكنني من حاجتين الحاجة الأولانية لو أنا عندي مستلزمات إنتاج أنا جايبها للمشتل بتاعي سواء كانت أسمدة أو موبيدات أو أدوات أو مستلزمات إنتاج أنا محتاج آلات نقل هتنقل المعدات ديات للمشتل بتاعي يبقى لازم يكون قريب من الطريق العمومي الحاجة الثانية أنا عندي الشتلات بتاعتي لما تطلع أنا محتاجة أعمل لها عملية تسويق طب أنا هسوأ إزاي إلا إذا كان فيه طريق قريب من المشتل بيمكنني من نقل الشتلات بتاعتي إلى مصدر التسويق يبقى أول عنصر من العناصر اللي اشتراطات بتاعتنا اللي اتكلمنا فيها أن المشتل بتاعي يكون مشتل تجاري أول عنصر عندنا اللي هو موقع المشتل الحاجة الثانية قلنا أنه في مكان يسل الوصول إليه طيب تربة المشتل هل ينفع أي أرض تنفع لتربية النباتات؟ لا من ضمن اشتراطات بتاعتها أو من ضمن اشتراطات تربة المشتل أن تربة المشتل بتاعتي لازم تكون تربة خصبة لأن أنا بزرع فيها نباتات على فترات متقربة فبتعمل إجهاد للتربة الحاجة الثانية أن الأرض بتاعتي يجب أن هي تكون خالية من الأملاح لأن الأملاح بتاعتي بتؤثر على نمو الشتلات الحاجة اللي بعد كده هوت خالية من الحشائش لأن وجود الحشائش لو أنا عندش المشتل بتاعي موبوء بالحشائش وجيت أسوق الشتلات بتاعتي هيبقى المرضود بتاعها أنها تعمل عندي خسارة في الأسواق لأن أنا من وضع الطبيعي أو من ضمن فوائدش المشتل أن أنا لما بنق الشتلات بنق الشتلات خالية من الإصابة بالحشائش الحاجة اللي بعد كده هو تربة المشتل برضو تبقى خالية من الإصابة بالمسببات المرضية يبقى الأرض اللي أنا حزرع فيها المشتل لابد ان هي تكون خالية من الإصابة بالأمراض خالية من الإصابة بالمسببات الأمراض المختلفة خالية من بزور الحشائش التربة بتاعتي خصبة جيّدة الصرف خالية من الأملاق طيب هل النبات اللي هيتزير عندي أول شرط من ضمن الشرطات اللي لازم ميا ما فيش نبات بيستطيع المعيشة بدون وجود ماء يبقى لازم ان المشتل بتاعي عشان يكون مشتل تجاري ان انا اوفر للمشتل دوت مصدر للمياه العزبة اللازمة لري النباتات خلال فترة نموها داخل المشتل طيب هل انا هنا اعتمد على مصدر واحد للري يعني انا اعتمد على الري النيلي او الري البحاري زي ما بيت قال لا انا لازم يكون عندي بديل ربما لاي سبب كان ان المياه بتاعتي او مصدر المياه بتاعي يحصل فيه مشكلة فما بتوصلش المشتل فانا لازم النباتات في المشتل بتبقى نباتات حساسة ورعيتها رعاية خاصة فيجب ان انا اوفر مصدر بديل عن طريق وجود بير ارتواز يبقى يفضل للمشاتل عشان تكون مشتل تجاري بالنسبة لي ان انا اكون المشتل بتاعي وري من مصدر راي نيلي والحاجة التانية ان انا اكون موفر مصدر بديل للمياه اللي هو مصدر عن طريق المياه الارتوازية من ضمن الاشتراطات الواجب توفرها للمشاتل التجارية ان يكون المشتل بتاعي محاط من الخارج بحاجتين مصدت للرياح عشان تقلل لأصل الرياح زي ما احنا اتكلمنا في حالة قبل كده ان الرياح بتاعتي بتؤثر على النباتات تأثير ميكانيكي وتأثير فيسيولوجي فانعايز اقلل تأثير الرياح على النبات فبقى حيط المشتل بتاعي بصور من اشجار الكزورين او الكفور بتبقى اشجار مرتفعة الهدف بتاعها ان هي تقلل تأثير الرياح على النبات والنوع التاني من الحاجات اللي انا بقى اشترطها على المشتل بتاعي ان يكون عندي سياج مانع حول المشتل زي ما احنا وضحنا ان المشتل التجاري بيكون الهدف بتاعي فيه انتاج شتلات بالصورة التجارية يعني معنى كده ان هو لها مردود اقتصادي وفي بعض الاحيان بتبقى الشتلات دي شتلات لها قيمة اقتصادية عالية يعني قيمة الشتل النبات الواحد بتجوز ارقام معينة من بالكبير فممكن المشتل تتعرض للسرقة فانا عشان اتغلب على الكلام ده فبقى اعمل حاجة تسمى الاسيجة المنع ان انا ازرع جنب في صور النبات او صور المشتل بقى ازرع فيه مجموعة من النباتات اللي تتميز بوجود اشواك كبيرة بتمنع تسلل الحيوانات لو حيوان قريب من المشتل فممكن يخش يعمل لي تلف بالمشتل بشكل او باخر وكزيلك تمنع دخول المتسللين من الافراد بغرض السرقة او العبس بالمشتل بتاعي طيب ايه هي النباتات اللي ممكن ازرعها حول المشتل زي ما هيتم الكلام ده بعد كده ان شاء الله هنتكلم عليه في عندي نبات زي نبات الابريا كافرة ونبات اللي هي موتوكسيلين ودي نبات تميز بوجود كمية من الاشواك عليها طيب مشتل تجاري يعني المشتل دوت مساحته كبيرة هتتمي فيه مجموعة كبيرة من العمليات الزراعية سواء كان لتجهيز الادوات وتجهيز مخليط التربة ورعاية النباتات داخل المشتل طيب هنا انا ما ينفعش ادير المشتل التجاري بنفسي لابد من وجود مجموعة من الافراد تساعدني في ادارة المشتل طيب هنا لازم توفر كمية او توفر الايدي العاملة يبقى انا لو هنا عندي مشتل عشان يكون مشتل تجاري قلنا ان فيه مجموعة من الاشتراطات زي ما نعرضها لحضراتكم دلوقتي ان اول شرط من اشتراطات بتاعتي ان المشتل في موقع يكسر الطلب فيه على نباتات الحاصلات البستانية الحاجة التالتة التانية ان المشتل بتاعي بيسر الوصول اليه يعني على طريق عمومي التربة بتاعتي تكون تربة جيدة الصرف وخصبة وخالية من مسببات الامراض والحشاش والافات بعد كده وجود مصدر للمياه العزبة وتوفر الايدي العاملة واحاطة مشتل الحاصلات البستانية باسيجة المنعة والاسيجة اللي بتعمل مصدرات كمصدارات للريعة طيب المشتل بتاعي لو جينا مبص هل ايه الحاجات اللي موجودة جوا المشتل انا هنا عندي المشتل بالفعل احنا تتكلمنا عليه تعريف وتصنيف واهمية طب ايه الحاجات اللي موجودة جوا المشتل بتاعي لو انا اول عنصر او اول مكون من مكونات المشاتل عندي لازم يكون عندي فيه مخزن بالمشتل ايه هي فائدة المخزن Etran المخزن دي بتم فيها وجود السجلات الخاصة بالمشتل موجود فيها مستلزمات الإنتاج المختلفة موجود فيها أدوات الزراعة المختلفة موجود فيها دوليب حفظ البذور الجزء الثاني فيه جزء خاص بمبنى إداري خاص باستقبال العملاء وحفظ سجلات المشتل المختلفة وموجود فيها سجلات تدوين النباتات وسجلات الرعاية بتاعتها ودفاتر الأرضات والمصرفات الخاصة بعد كده بيكون فيها مصدر للمية العزمة اللي انا بستخدمها لرأي النباتات والجزء المهم جدا عندي حاجة اسمها بيوت الاكثار والتربية ودي هتاخد شيء من التفصيل ويمكن احنا جايبين لحضراتكم مجموعة من الفيديوهات بنشرح فيها ايه هي البيوت ديت وطريقة تركبها واهميتها ومن ضمن بيوت الاكثار اللي موجودة داخل المشاتل حانتسرودها مع بعض وبعد كده حنشوفها في الفيديوهات اللي احنا مجاهزينها لحضراتكم عندي حاجة اسمها الصوب الصوب مكان موجود جوه المشتل انا بيوفر بيمكنني من توفير ظروف المناسبة لنمو النبات هل النبات بتاعي نبات ظل فانا بحطه في ظروف بتقل درجة تعرضه لاشعة الشمس بصورة مباشرة هل النبات بتاعي بيحتاج لدرجة حرارة عالية فانا اعمل حاجز الحرارة الخارجية المنخفضة وابقى امد الصوبة ديت بوسائل التدفئة فعندي مجموعة كبيرة من الصوب المختلفة منها الصوب الخشبية منها الصوب الزجاجية منها الصوب السلكية منها الصوب المغطاة بالسيرون منها صوب الفايبر جلوس وحنستعرض مع حضراتكم مجموعة من الفيديوهات صورناها لبعض نمازج الصوب عشان نقرب الصورة لزهنة حضراتكم للي ما يعرفهاش ونبدأ اول نموذج معانا بالصوبة الخشبية لو جينا نبص للصوبة الاول نموذج الصوبة البلاستيك ايه هي الصوبة البلاستيكية زي ما احنا شايفين مع حضراتكم الصوبة البلاستيك بتتميز بوجود دعائم من الحديد وبيتم تركيب عليها شراح من البلاستيك او من البولي اثلين والصوبة البلاستيك لها اكتر من شكل الهدف بتاعها ان هي بتحفز بتحفز درجة الحرارة داخل الصوبة فدرجة الحرارة داخل الصوبة بتبقى اعلى من درجة الحرارة خارج الصوبة وبيتميز الصوبة ان انا بكون عامل فيها فتحة او باب الباب دوت زي ما احنا عنشوف دلوقتي ان ابواب بتاعت الصوبة بيبقى لها هدفين اولا بيتم من خلالها ان انا ادخل الصواني بتاعت الانتاج والاثاري الزارع ومستلزمات الانتاج المختلفة وبتابع من خلالها زراعة النباتات ومراحل نموها واقدم لها عاملات الخدمة والحاجة التانية ان الباب دوت بيمكنني ان انا اعمل عملية التهوية لو ما كانش عندي مصدر تهوية للصوبة من خلال المراوح الصوبة بتتميز ان انا بكون موجود فيها طرقة تمكنني من الحركة داخلها وموجود فيها احواض الزراعة اللي بيتم فيها رعاية النباتات زي ما احنا وضحنا هي مجموعة من النباتات تحتاج الى درجة الحرارة العالية وبنلاحظ ان البوليسلين المعد في انتاج الصوبة ده بيسمى بنفاذ اشعة الشمس بنسبة 85% وبيتم تهوية الصوبة من خلال يقولنا فتحات التهوية اللي موجودة او من خلال مراوح اذا كان عندي الصوبة بتاعته مساحاتها كبيرة وبصفة عامة الصوب البلاستيك لها مساحات نموزاجية متعرف عليها في صوب عرضها بيكون 9 متر وطولها 60 متر ودي بتبقى مخصصة لانتاج شتلات او انتاج محاصيل الفلفل والخيار والطماطم وفي صوب تانية لانتاج الشتلات بيكون مساعتها من عرضها 9 متر وطولها 16 متر يبقى الصوب البلاستيك او النموزج من نباتات الصوب زي ما احنا شايفين قلنا استعرضناها وشوفنا شكلها والنموزج التاني من نباتات او الملحق التاني من نمازج الصوب هي الصوب الخشبية نستعرض برضو مع بعض تصوير بسيط كده يقرب الصورة لزينا حضرتكو دي نموزج لصوبة خشبية زي ما احنا شايفينها كده الصوبة الخشبية هنا من اسمها هدفها ان انا بقلل نسبة الضوء اللي تصل للنبات يعني النبات اللي بيتم زراعته داخل الصوبة الخشبية نبات بيحتاج الى درجة من الزل او نبات يعتبر نبات بيسمى نبات زل طيب الصوبة الخشبية بمكوناتها ازاي زي ما هي النموزج ده بتاعنا الصوبة بتكون من خشب اسمه الخشب البغدادلي والصوبة وضع طبيعي حيكون لها باب الباب ده بيمكنني من دخول الصوبة طيب الخشب ده بيتركب على ايه؟ بيتركب على دعائم سواء كانت من الخشب او من الخرصانة او اعمدة حدي دي وبنلاقي داخل الصوبة الخشبية موجود فيها حوض الحوض ده هدفه رفع نسبة الرطوبة وبيمكنني كمصدر لتوفير المياه وزي ما احنا شايفين ده عمود الصوبة اللي عندنا النموزج ده معمولة على اعمدة من الخرصانة وبيتم تغطية الصوبة بالكامل من جميع جوانبها الاربعة والسقف بالخشب بيسمى الخشب البغدادلي والصوبة في النموزج بتاعنا النموزج بتاعها بيكون موجود لها فتحتين او بابين باب في الجهة اليمين وباب في الجهة الشمال وبيكون اتجاه الصوبة من الشرق للغرب عشان يوفر لي نسبة ظل كبيرة وزي ما وضحنا ان النباتات اللي بيتم زراعتها داخل هذه الصوبة وبينجح زراعتها داخل هذه الصوبة هي النباتات التي تحتاج الى الزل باللاحظ هنا نباتات او الصوب ده كان موزج من الصوب ان انا هنا يجب ان لا يتم زراعة اي نباتات متسلق بجوار الصوبة لان الهدف بتاعي لو انا زراعت نبات متسلق هيستخدم الخشب بتاع الصوبة دوت لعملية التسلق ولو حصل الكلام ده هيعمل مشكلة عندي المشكلة بتاعتي هتحصل فيها ان المتسلقات دي لما بتطلع هترفع نسبة الرطوبة وحتبقى مصدر لامراض او مساببات الامراض المختلفة اللي هتعمل عندي مشكلة النموذج اللي بعد كده من النمازج الصوبة او النمازج اللي موجودة داخل بيوت الاكثار هي النموذج التاني الصوبة الزجاجية يبقى احنا استعرضنا النموذج الصوبة البلاستيك واستعرضنا النموذج الخشب والنموذج اللي معانا اللي بعد كده نموذج الصوبة الزجاجية نشوفها مع بعض كده الصوبة الزجاجية برضو بيتم عمل هيكل الصوبة من الخرصانة أو من العمدة المسلحة وبيكون لها باب لحمايتها طبعا وبيتم تركيب شرائح من الزجاج في جوانب الصوبة بالكامل وسقف الصوبة يبقى السقف الصوبة وجوانبها بيتم فيها تركيب شرائح من الزجاج ودي تعمل على التدفاع زي ما احنا شايفين كده النساء في الصوبة زجاج والجوانب بتاعتها زجاج وهي مصممة على شكل جملون عشان تخفض نسبة رطوب وزي ما احنا شايفين الصوبة بتاعتي فيها رف أو مجموعة من الأحواض فيها أحواض صفلية وأحواض علوية بتستخدم لتربية النباتات اللي بتحتاج إلى درجة حرارة عالية وبيتم هنا استخدام الريب الرش أو الريب الرزواز داخل هذه الصوبة طيب برضو هنا الصوبة بتاعتي في بعض الأحيان أنا محتاج أخفض نسبة الرطوبة أو أقل أغير نسبة الهواء داخل الصوبة فيجب أن يكون عندي مجموعة من فتحات التهوية اللي موجودة على هيئة شبابيك بيتم التحكم فيها غلق وفتح على حسب درجات الحرارة اللي أنا محتاجها للنبات وكمان برضو موجود معنا هنا حوض اللي أنا باستخدمه لرفع نسبة الرطوبة داخل الصوبة وممكن أستخدمه كمصدر للري داخل الصوبة وزي ما حضراتكم شايفين مجموعة النباتات اللي موجودة داخل هذه الصوبة هي نباتات التي تحتاج إلى درجة حرارة عالية وإحنا بنسميها نباتات الزل والصوبة يبقى إحنا كده استعرضنا الصوبة البلاستيك والصوبة الخشبية والصوبة الزجاجية ما عندي نوع تاني من أنواع الصوبة هي الصوبة المغطاة بالصيران والصيران ده عبارة عن مجموعة من شبك بهدفه تقليل نسبة الضوء الواصل للنبات وبرضو هنا بيتم فيها زراعة النباتات اللي بتحتاج إلى درجة من الزل طب هل شبك التزليل أو الصيران ده درجة الزل بتاعته واحدة لأ أنا لما باجي أشتغل الصوبة بمغطاة بالصيران ببقى عامل حسابي أن الشبك بتاعي بيبقى يديني نسبة تزليل 35% أو 51% أو 63% أو 73% على حسب الدرجة المطلوبة النوع اللي بعد كده الصوب الفايبر جلس ودي برضو نوع من الصوب أو الملحقات اللي موجودة داخل المشاتل وهدفها توفير العوامل البيئية المناسبة لنمو النباتات دي بتتكون من إيه وبتتركب من إيه دي بتتركب من أو المكون الرئيسي بتاعها عبارة عن ليف زجاجي مضمج بالبيلاستيكي احنا بنسميه الفايبر جلس ده ميزتها عن الصوبة الزجاجية أن هي أقل في التكلفة ولكن يعاب عليها أن الفايبر جلس ما بيتحملش ممكن معرض للحريق ودرجة نفاذية الفايبر جلس للأشعة بتبقى أقل فدرجة الحرارة داخل الصوب الفايبر جلس بتبقى درجة شوية أقل من الصوب الزجاجية فبتحتاج إلى درجة تهوية أقل نسبة التهوية بتاعتها لأن درجة الحرارة تحتاجها ما بترتفعش فيها بشكل كامل النمو زج اللي بعد كده من الحقات أو من بيوت الإكسار أن صوب بتسمى الصوب السلكية الهدف الرئيسي من زراعة نباتات داخل الصوب السلكية لو عندي نباتات من أشجار الفاكهة وأنا خايف أن الصوب السلك بتاعتي تبقى مصدر لنقل العدوى للنبات فأنا بحط هنا شبكة من السلك بالهدف الرئيسي بعد عملية التزليل أن أنا أقلل ونسبة دخول الحشرات إلى داخل الصوب الملحق الثاني وده ملحق في غاية الأهمية ودايما موجود في المشاتل التجارية بصورة أساسية تسمى المراقد الزجاجية مرقة الزجاجية دا دايما يكون وجوده في المشتل بتاعي في الجهة الشرقية عشان يتعرض لأكبر نسبة من أشعة الشمس وبيتم فتح الأغطية بتاعته في خلال زروة درجة الحرارة في فترة الزهيرة وبيتم غلقها آخر اليوم والهدف بتاعها أن أنا هنا بأرفع درجة الحرارة لأقصى درجة ممكنة لو عندي نبات بيحتاج لدرجة حرارة عالية وكمان هنا المراقد الزجاجية والأحواض المدفقة دي أنا ممكن أستخدم وسائل تدفع إضافية داخل المراقد الزجاجي إزاي؟ أنا ممكن أعمل مؤسير بيتم امتدادها أسفل الأحواض المدفقة دي على انخفاض أو بعد من سطح التربة من 15 إلى 20 سنطي وبيتم فيها تمرير المياه الساخنة كمصدر لعملية التدفع وممكن كمان أن أنا أستخدم وسائل تدفع كهربائية لو متاحة بالنسبة لي سخينات كهربائية وممكن أنا أستخدم السماد البلدي كنموذج للتدفع أن أنا أضيف لتربة المراقد الزجاجية دي كمية من السماد البلدي والسماد البلدي لما بيتم تحلله بيتم فيه ارتفاع لدرجات الحرارة يبقى هنا استعرضنا لأهم المكونات أو بيوت الإكسار داخل الصوب أو المشتل بتاعي الصوب المختلفة سواء كانت زجاجية خشبية بلاستيكية صوب السيران الصوب الفايبر جلاس الصوب الموطة بالسلك واستعرضنا نموذج اللي بيستخدم عندي اللي هو المراقد الزجاجية ودي إنتاجها الأساسي بيتم استخدامها بفترة كبيرة في فصل الشتاء طيب هنا في عندي المشتل بتاعي لو جينا نبص للمشتل زي ما استعرضنا وسائل التدفع وقلنا عن طريق المياه ساخنة وقلنا عن طريق السماد البلدي أو عن طريق التدفع بالكهرباء طيب أنا عند المشتل مشتل تجاري أنا محتاج النبات بتاعي جوة صوبة يعني أنا موفر له جميع العمليات درجة الحرارة والرطوبة وعزله عن الرياح وعزله عن الأمطار وكل العوامل مهيئة للنمو النبات هنا ما ينفعش أن ننقل النبات مرة واحدة من الصوبة إلى الخقل فأنا بعمله مرحلة تسمى مرحلة الأقلامة مرحلة الأقلامة للشتلات النتجة من المشاتل بتتم داخل حاجة تسمى المناشر أو بسموها التعريش نشوف صورتها كده مع بعض المشتل أو التعريش أو المناشر الهدف بتاعها أن أنا بجيب الشتلات بتاعتي بالأكياس بتاعتي أخدها من الصوبة وحطها في مكان وسط ما بين التعرض للبيئة المباشرة فأنا بحطها في مكان مظلل درجة الحرارة فيه معرض لأشعة الشمس بشكل غير مباشر بسيبها فيه فترة تحت رعاية وتحت ملاحظتي قبل ما يتم نقل الشتلات دي للأرض المستديمة اللي هيتعرض فيها النبات للظروف البيئية الطبيعية طيب المشتل بتاعي موجود أنا عايز أعمل تسويق فأنا محتاج أعمل أوري الناس الحاجة اللي عندي أنا بطلعها إزاي وإيه هي النباتات اللي موجودة والمعروضات بتاعتي وممكن أعمل ليبل بالأصناف اللي موجودة بمميزات الأصناف اللي موجودة لو أنا بطلع شتل بمواصفات معينة فأنا محتاج أعمل عندي حاجة تسمى أماكن العرض يبقى المشتل بتاعي من ضمن الحاجات اللي موجودة لازم يكون في عندي مكان العرض المكان العرضي دوت أنا بتم بحط فيه نمازج من الحاجات اللي موجودة في المشتن بشكل تنسيق جمالي بيكون جذاب للعين بحيث أن أي حد يشوفها يحب يتفرج عليها لو عايز يعرف نوعية النباتات اللي أنا بطلعها المواصفات بتاعتها السلالات بتاعتها الجودة بتاعتها إيه أهميتها إيه فأنا بكون عامل عندي من ضمن الملحقات اللي موجودة بالمشتن الأماكن العرض طيب المشتن بتاعنا عشان أشتغل فيه أنا بحتاج مجموعة من الأدوات لشنقولنا من ضمن الملحقات المشتن أنه عندي مخزن خط فيها أدوات إيه هي الأدوات اللي أنا هستخدمها جغل المشتن عندي مجموعة كبيرة جدا من الأدوات إحنا بنصنفها تصنيف صغير كده عشان بيسهل تخزينها في أماكن معينة حسب الحاجة إليها فأول نوع من الأدوات تسمى أدوات خدمة الأرض الأرض اللي أنا هزرع فيها المشتن أو تربة المشتن أنا هعمل لها أدوات إيه هي الأدوات اللي أنا هستخدم فيها المشتل بتاعي أو حخدم بيها طربة المشتل أول حاجة بيتم فيها خدمة المشتل أو أول نوع من الآلات المستخدمة هي المحارين عند المحارين بتاعتي أنواع مختلفة المحارين بتاعتي أنواع مختلفة وبعد كده فيه من ضمن آلات الخدمة الفأس ومنقرة لو أنا هعمل عملات خدمة يدوية بنفسي بعد كده من ضمن الآلات لو أنا محتاج شؤرف لعملات إزالة الحشائش وعند المقاطف المستخدمة في نقل الأدوات في عندي كاراك اللي أنا بستخدمه في تسوية الأرض وعند نمازج من الشقارف والشوك في عندي من ضمن الأدوات المستخدمة عربة الحديقة والشوك والجواريف من ضمن آلات الخدمة بعد كده آلات زراعة البزور في عندي أدوات شتل زي ما حضرتكم شايفين معنا في أدوات تحديد الشتلات أو أماكن الشتل سواء كانت يدوية أو ميكانيكية وعند مثاقيب وأوتاد لزراعة البزور وعند لوحة لتحديد مسافات الزراعة في بعض الأحيان أنا بحتاج أزرع على مسافات محددة فأنا باستخدم الأوراق دية أو اللوح دية لتحديد مسافات الزراعة النوع الثاني من الأدوات هي الأدوات المستخدمة في الري أنا هستخدم في الري إيه والله أنا لو عندي المشتل كبير ومساحة كبيرة فأنا ممكن أجيب خرطيم للري ما عندي كانك لأنا أستخدمها يدويا لعملية الري في عندي مجموعة ري بالطنقيد بتبقى موجودة لو أنا باستخدم الري بالطنقيد وعندي مجموعة الري بالرش لو أنا محتاج أو أنا باستخدم ري بالرش في المشتل بتاعي طيب الأدوات التانية اللي أنا باستخدمها بكثرة داخل المشتل هي أدوات التأليم منها مقصات العقلة بأشكالها المختلفة منها السلالم لو أنا محتاج أعمل تقطيع العقل من الأمهات على ارتفاعات عالية وعند مقص الأفرع والغليظة وعند من ضمن أدوات التأليم مقصات الأفرع العالية والمنشار والبلطة ومن ضمن أدوات التأليم أو متعرف عليها أدوات التأليم هي مكينات قص النجيد النوع الثاني من الأدوات هي أدوات التطعيم يعني الأدوات اللي أنا باستخدمها لإجراء عملية التطعيم داخل المشتل بتاعي في عندي مطوات التطعيم المطوى بأشكالها المختلفة ولها أنواع كتيرة وعندي حاجة تسمى البلطة لو أنا باستخدم أو السطور لو أنا باستخدم أو بعمل عملية التطعيم في جزوع كبيرة من النباتات وعندي حاجة اسمها شمع التطعيم وخيط الرفية وده اللي بيتم بيه الجروح اللي بيتم عملها أثناء عملية التطعيم من ضمن الأدوات ودي اللي بنحتاج لبيها بصورة وباشرة داخل المشتل هي أدوات الزراعة أنا هزرع فيه أنا هزرع بيتم زراعة داخل يا إما أصص سواء كانت أصص فخار أو أصص بلاستيك والأصص الفخارية أو الأصص البلاستيكية بتتميز أن هي لها أقطار مختلفة بتتدرج حسب الحجم من الصغير إلى الكبير ولكل واحدة منهم استخدمت وعندي كمان الأكياس البلاستيكية المثقبة المستخدمة أيضا في الزراعة والأكياس دي برضو بتتدرج في حجمها من الصغير إلى الكبير من ضمن أدوات الزراعة عندي الأحواض سواء كانت أحواض خشبية أو أحواض بلاستيكية ودي بيتم فيها زراعة الشتلات بزور النباتات لإنتاج الشتلات من ضمن أدوات الزراعة عندي الأحواض ممكن تكون الأحواض بتاعتي عبارة عن أحواض من الفوم وعندي حاجة تسمى المواجير والمواجير دوت بيتميز بأن اتفاعه بيكون صغير وواسع بيتم برضو استخدامه لزراعة مجموعة من الشتلات أو البزور الحوليات المختلفة عندي صواء الزراعة ودي بيتم استخدامها بصورة كبيرة جدا في إنتاج شتلات الخضر وتستخدم كمستنبة لبعض بزور النباتات الفكهة عندي الصواني دي صواني أحجامها مختلفة ومادة التصنيع بتاعتها ممكن تكون من الفوم أو تمكن تستخدم من البلاستيك في عندي مجموعة من الأدوات اللي أنا بستخدمها لمقاومة الأمراض ومقاومة الأفات اللي موجودة داخل المشتل ودي عبارة عن الرشاشات الظهرية والرشاشات الميكانيكية أو الألية والعفارات أو الرشاشة اليدوية اللي أنا بستخدمها بإيدي وعلى حسب المساحة بتاعت يبقى هنا عندي مجموعة كبيرة من الأدوات بيتم استخدامها داخل المشاتل وصنفناها أدوات زراعة وأدوات تجهيز التربة وأدوات مكافحة الأفات وأدوات التطعيم طيب الأدوات دي أنا بستخدمها خلال شغلي في المشتل بكمية كبيرة إيه اللي أنا أعمله عشان أحافظ على الأداء بتاعتي أنا باتكلم أنا ماشتل تجال لهدف بتاعي هدف اقتصادي طيب الأداء اللي أنا هستخدمها لو أنا سبتها عليها أثار تربة وعليها أثار رطوبة من النباتات هتبقى عرضة للتلف فأنا لازم أعمل لأدوات بتاعتي عملية صيانة ورعاية وبعدين تخزين أعمل لها صيانة ونظفها قبل ما أخزنها عشان قبل ما أعيد استخدامها مرة تاني طيب إيه الحاجات اللي أنا هعملها على الأدوات بتاعتي عشان قبل ما أنا أخزنها داخل المخازن بتاعت المشتل لحين استخدامها مرة تاني أول حاجة لو أنا عندي الحاجة بتاعتي عليها تراب أو تربة أو تين يجب إزالة أثر التربة أو التين من على هذه الأداء الحاجة التانية لو أنا هخزنها هخزنها بعيد عن مصدر الرطوبة لأن الرطوبة ممكن بتؤدي إلى حدوث صدى والصدى ده ممكن يؤدي إلى تلم طيب لو عندي خرطوم مياه أنا كنت باستخدمه في عملية الري خرطيم الري بيتم تفريغ المياه منها ويلفها وتخزنها بصورة جيدة حتى لا تتلف من أشعة الشمس طيب لو عندي أداء من أدوات المستخدمة في عمليات التطعيم زي مقصة العقلة مثلا أو مطوات التطعيم هعمل فيها إيه؟ المقصات دي بالاستخدامها والمطاوة دي باستخدامها بيكون عليها أثر من العصارة النباتية أول حاجة أننا هعملها أننا ممكن لو الآلة دي يتقابل للفك بيتم فكها عشان أتمكن من إزالة بقايا العصارات النباتية وبقايا الأثار النباتية عن طريق عمليات اللي بيتم الزراعات مختلفة وأثار التربة وأثار المية وأفككها بحيث أن أنا أتمكن من إزالة كل هذه الأثار من على هذه الآلة وبعد كده لو الآلة دي يتفيها سلاح أنا محتاج أن أنا أعمله سن فأنا بعمل لها عملية سن وبعد كده بيتم طلاق الأجزاء المعدنية فيها بالزيت حتى لا تتعرض للصدق طب لو أنا عندي مكينة قص النجيل في المشتة البتاعي أعمل فيها إيه؟ مكينة قص النجيل إن هي بتتعامل عن طريق أو بكم جزء أساس فيها بعد قص النجيل بيتم شفط الأجزاء النباتية اللي بيتم أطعها عن طريق الهوى فالأجزاء المحركة والمحرك بتاع المكينة بيكون موجود عليه كبيرة كبيرة من الأتربة وبقايا القص فيجب تنظيف هذه المكينة بصورة دورية باستخدام الشفطات واستخدام الهواء المندفع لإزالة كل أثار الأتربة بتاعتي وزي ما وضحنا أن أنا عند الغلاء وعند خرطيم بيتم لفها قبل أن أنا أعينها أو أخزينها داخل المخزن بتاعي بصورة جيدة طيب عندي مشتل مشتل دوت تجاري أنا عايز أدير المشتل بصورة جيدة ما يحصلش عندي مشاكل ما يحصلش عندي أي مشكلة بعد كده في التسويق وأخسر أنا سمعتي كمنتج للنباتات الحاصلات البستانية فعندي مجموعة من الأسس الفنية اللي يجب اتباعها لإدارة المشاتل أول حاجة أنا هشوف قانون المشاتل اللي بنظم إنتاج الشتلات في المكان اللي أنا عامل فيه ربما أن أنا يكون عندي المنطقة بتاعتي منطقة معزولة فما ينفعش أزرع فيها نباتات معينة يبقى أنا هنا لازم أن أنا راجع ليحة القوانين الخاصة بالمشاتل في المنطقة اللي أنا بعمله المشتل بتاعي يدار قانوني بحيث أن أنا متعرضش فيه إلى مشكلة الحاجة التانية والهدف التاني وجزء الأساسي جدا أن أنا هشوف أنا المنطقة اللي أنا عامل فيها المشتل هل بيكسر فيها الطلب على نباتات الخضر فأنا هنا هستخدم المشتل بتاعي لإنتاج صواني الخضر لو أنا المنطقة بتاعتي منطقة بيكسر فيها إنتاج نباتات فاكهة من نوع معين زي ما عندنا في مصر بيتم إنتاج الموالح بصورة أساسية في محافظة الألوبية ومحافظة الشرقية فوضع طبيعي أننا هنا بيتم إنتاج الشتلات الخاصة بالبرتوان والاستفاندي وكل دي بيحطها في مكان يبقى قريب من عملية التسويق طب لو أنا عندي المشتل بتاعي قريب من منطقة المدن أو مناطق مدن جديدة أو مناطق بيكسر فيها الطلب على نباتات الزينة فأنا هنا بيكون الهدف بتاعي الرئيسي إنتاج شتلات الزينة أو نباتات الزينة سواء كانت نباتات التنسيق الداخلي أو نباتات التنسيق الخارج الحاجة اللي بعد كده اللي أنا هشوفها من الاشتراطات الواجب توفورها في المشتل التعرف على ظروف البيئة المحيطة بالمشتل وده حيمكنني من إيه؟ وده حيمكنني من هل أنا محتاج المنشآت اللي أنا هستخدمها هل أنا محتاج صوبة خشب، محتاج صوبة بلاستيك، محتاج صوبة إزاز، محتاج صوبة سيران حسب العوامل البقية اللي موجودة أنا باستخدم أو باعمل داخل المشتل بتاعي المنشآت بتاعتي الحاجة اللي بعد كده بتم تنسيق العمل يعني أنا رتب العمليات الفنية اللي بتتم داخل المشتل على حسب مواسم الانتاج المختلف بمعنى إيه؟ بمعنى أنه لو أنا عندي الطلب على الشتلات بتاعتي بيخسر في وقت معين يبقى أنا هنا هجهز خط الانتاج بتاعي أن كمية النباتات اللي تطلع تطلع في التوقيت اللي أنا محتاج فيه هذا النوع من النبات الحاجة اللي بعد كده ودي مهمة جداً التربة بتاعت المشتل هنا بتم زراعة أرض المشتل بصورة دورية بنباتات ويتم اقتلاع النباتات فبيتم اتلاع زالة النباتات من المشتل بجزء من التربة إذا لم يتم تغيير هذه التربة بشكل مستمر وتعوضها بلا أن التربة بتاعتي بيتفقد جزء كبير من الخصوبة نتيجة نقل التربة مرة في مرة في مرة في مرة ما أنا بزرع شتلة وباخشل الشتلة بجزء من التربة بتاعتي وهنا يجب إعادة إعادة إستخدام أو إعادة إضافة جزء من التربة لأرض المشتل بصورة دورية من ضمن الحاجات تنظيم العمليات الزراعية لعدم اختلاط الأصناف في بعض الأحيان بيحدث تلقيح خلطي ما بين النباتات وبعضها فأنا هنا محتاج أن النبات بتاعي ما يحدثش خلط في الأصناف بتاعتي من النبات لنبات آخر استعرضنا مع بعض في الجزء اللي فات دوت المشتل ومكوناته والأدوات المستخدمة وكيفية إدارة المشتل نيجي بقى للجزئية المهمة أنا بعد ده كله أنا هاخد إيه أو هزرع إيه جوه المشتل أنا بأزرع جوه المشتل حاجتين يزرع بزرع يأزرع عقلة لإنتاج شكلة يبقى هنا أنا محتاج أزرع أجزاء نباتية سواء كانت بزور أو عقل ونسميها أجزاء نباتية مختلفة لأنه عندي مجموعة كبيرة من طرق التكسر وده إن شاء الله موضوع هنتكلم عليه فيما بعد طيب لو أنا عايز أزرع جوه المشتل طرق زراعة البزور والأجزاء النباتية أول حاجة أنا هعملها عشان أزرع لازم الأدوات المستخدمة زي ما احنا استعرضناها سواء كانت قصص أو مواجير أو صندوق زراعة أو صواني بيتم تعقيمها بمحلول الفورمال ضهايد المخفف بنسبة 40% يبقى بيتم تعقيم الأدوات المستخدمة في المشتل بتعقيمها بمحلول الفورمال ضهايد المخفف بنسبة 40% الحاجة اللي بعد كده الطربة بتاعتي يجب إن أنا عقامها باستخدام البخار الساخن لمدة 20 دقيقة حد هنا يسأل لي يقول لي طيب هل طربة المشتل؟ طيب ما هنعرفين إن فيه من ضمن طرق التعقيم والطربة طرق التعقيم الكيماوي طيب لا في المشتل ما ينفعش إن أنا عقامها تعقيم كيماوي بعد كده بيتم تجهيز مخلوط الطربة يبقى هنا طرق زراعة البزور قولنا هنعقم الطربة وحنعقم الأدوات وحنجهز مخلوط الطربة لهنا انتهت حلقاتنا معاكم وبعد كده إن شاء الله في الحلقة الجاية هنتكلم فيها على شيء من التفصيل بشيء من التفصيل على طرق الزراعة في نهاية حلقتنا نتمنى لكم التوفيق ونلتقي مع بعض في حلقات أخرى في مادة أسيات البساتين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته شكرا لكم